يا شباب المصريين جاملين قوي جاملين جاملين قوي وهي بتقول مستر هج عبدالجفور وده بسبب طريقتها وهي بتتكلم شوية عربي وشوية انجليزي مين لنزي اللي قلبت دنيا بفيديوهاتها عن مصر على السوشيال ميديا لسابت كندا وعاشت في مصر المدة دي كلها لقالت انها بتحب مصر لنزي بتعمل سلسلة فيديوهات عن اللي موجود في مصر ومش موجود في كندا فيا ترى قالت ايه بتتكلم عربي لبلب ولا اجدحة مصرية مولودة في مصر بيضها وجمالها اجنبي ومجرد ما تتكلم هتعرف انها مش مصرية بس هي خلاص بيت واحدة مننا فينا واستقرت وعاشت وسط المصريين دي بقت تقول نفس كلام المصريين شكرا يا باشا لنزي زيها زي اي اجنبي بيزور مصر ويحبها فهي زارتها وما رجعتش بلدها كندا وما بتسافرش خالص هي اعتبرت مصر بلدها وامها هي اللي بتيجي تزورها من وقت للتاني علشان كده بتختفي فترة عن السوشيال ميديا وترجع تقول انا اسفة بس ماما كانت عندي هنا في مصر وبتكون مشغولة معاها ما بتعرفش تصور اي فيديوهات ولا تتفاعل مع الجمهور كعدتها لنزي عيشة في مصر بقالها ست سنين وعندها تلات سنة شغل مدرسة صاحبها مصري وهي شايفة ان الرجال المصريين كلامهم حلو دايما ورومانسيين جدا ودايما الجمهور بيسألها ليه بتحب مصر كده وعاشت طول الفترة دي لنزي قالت ان سر حبها لمصر هو المصريين وطبتهم ومعاملتهم الحلوة ودايما تحكي عن مواقف حصلت لها وتبين كمان رد فعل المصريين اللي دايما بتنبهر بيه فمرة قالت انها كانت راجعة من الجم وكان في حد عمالي كالكس لها بالعربية بطريقة صعبة قوي لدرجة انها لفت والد له بصوت عالي وهي متضايقة في ايه؟ ايه المشكلة؟ اتفاجت ان هو عمل كده علشان يلفت انتباهها ان المحفظة بتاعتها وقع على الارض تحت رجليها لنزي بيتعرفة كل حاجة عن عادات وتقاليد المصريين بتعمل زينا بالضبط في رمضان لدرجة لما سفرت كندا قبل كده بتروح تاكل في مطاعم مصرية وطلبت كمان تشرب سوبيا فالناس اللي شغالين في المطعم كانوا مستغربين انها اجنبية وعرفة سوبيا لأ وكمان بتشربها بس ردوا عليها وقالولها انها بتكون في رمضان بس مش طول السنة هي بتحب الكشري جدا لدرجة انها قبلت ابو طارق وتصورت معاه ولكن قالت انها كان نفسها تتكلم معاه بس كانت مكسوفة كمان بتتكلم عن المواقف اللي بتتعرض لها في مصر وان لما المصريين يشوفوها بيقولولها يا لهوي ايه ده فهي بتتفاجئ وبتكون معتقدة انهم يعرفوها من الفيديوهات بتاعتها ويشكروها لكن هما بينبهروا بجمالها عملت فيديوهات كمان عن حاجات عمرها ما جربتها في كندا ولما جت مصر بقت تعملها على طول زي انها تاكل الحرانكش اللي قالت انها ما تعرفش اسمه بالانجليزي ايه بس هي بتحبه كمان هي لما جربت الباديكير والمونيكير لضوافرها هنا في مصر لقيته رخيص جدا عن كندا لينزي بتحب تشارك كل لحظاتها مع المتابعين سواء هنا في مصر او حتى لو سفرت كندا او اي دولة تانية بتظهر معها بنت اسمها فايزة بترفض طول اي معلومات عنها لما المتابعين بيسألوها يعني هي مصرية ولا لأ اختك يعني ولا صاحبتك عندها كم سنة وهكذا بس تقريبا كده هي زملتها في المدرسة الانترناشنال اللي شجالة فيها تفتكروا لينزي هتكمل بقى حياتها وتستقر في مصر وهل بتكون بتدور على عريس مصري فعلا ولا ممكن ترجع كندا تاني وهل ممكن انت كشاب مصر تتجاوز واحدة اجنبية زي لينزي ولا بنت بلدك مفيش زيها اكتبوا النارقكم في التعليقات